محمود مطشي الاهلي والزمالك اللي جاي الكلام على فكرة انه الاهلي في حالة معنوية افضل في حالة فنية افضل فالمباراة مضمونة للنادي الاهلي الزمالك في حالة غير جيدة فنيا في المباراة الاخيرة على مستوى النتائج وعلى مستوى الاداء ورأي اخر يقولك انه الزمالك لو داخل المباراة دي ومش هو المرشح للفوز بيقدر يكسب والعكس صحيح لو الزمالك داخل مرشح للفوز بيخسر انت شايف المباراة دي ازاي انا شايف كريم ان الاهتمام بالنواحي النفسية في المباراة دي هو لازم يبقى بنفس ذات الاهتمام بتاع النواحي الفنية لان النواحي النفسية هي اللي هتخلق لك الدوافع والدوافع يا كريم هي اللي مهمة جدا الفترة اللي جاية في المطش ده عشان خاطر كذا حاجة اول حاجة الدوافع عند نادي الزمالك كلنا عارفين ما قبل المباراة ظروف ما قبل المباراة وعواقب ما بعد المباراة نادي الزمالك بيمر بحالة ترنوح كبيرة بقاله أكتر من ست مباريات ماكسبش غير مباراتين وتعادل تلاتة وخسر واحدة خسر اتنين برضو المبارات الأخيرة بتاعت بيراميدز ولكن لو احنا فكرنا أن إزاي نادي الزمالك يطلع من اللي هو فيه ده مافيش غير حل واحد وهو أنه هو يكسب النادي الأهلي في مبارات قيمة يوم السبت عاوزك كريم نقارن ما بين إيه اللي يحصل لو نادي الزمالك خسر المبارات وإيه اللي هيحصل لو نادي الزمالك كسب المبارات نادي الزمالك كسب المبارات انت بتتكلم أن انت بتستعيد الثقة مرة تانية في الإدارة الفرنية كلها اللعيبة هتقدر تفوق بشكل كبير جدا هيبقى فيه هدوء وثقة فرق النقاط هيقل ما بينك وما بين النادي الأهلي وفي نفس الوقت انت زي ما بقولك بخلاص بقى بتبقى دي نقطة التحول والظروف شبيهة لظروف السنة اللي فاتت لما المبارات اتنين اتنين كانت الترنينج بوينت بتاع نادي الزمالك وقدر ان هو يكسب الدوري ولكن انت تخيل لو نادي الزمالك خسر المبارات بس قبل ما اعاوز اتكلمك في ظروف الزمالك اتكلمك على اهل لو الزمالك خسر انت بتتكلم ان بنسبة كبيرة جدا ممكن تشوف استقالة او اقالة من فريرة ممكن تشوف نادي الزمالك خلاص الجاب هيزيد بينه بالنادي الأهلي فبالتالي هتشوف ان خلاص الموضوع بقى بعيد شوية فممكن نادي الزمالك يبدأ ينزل المنحنة ينزل اكتر من كده فهي عنق زجاجة بالنسبة لها اختلف النقطة دي يا محمود في حاجة ان حتى لو الزمالك خسر هذه المواجهة وزي ما انا دايما اقول ان مبارات كمه 50-50 مفاهاش اكيد يعني اللي ممكن يخسر وزي ممكن يخسر وده يكسب وده يكسب بس حتى لو الزمالك خسر ده مش معناه انه الدوري خلص ولا انه الآله حسم الصدارة سالفرق هيزيد يعني الزيادة لباقي المباريات يعني تقول انه لا ممكن يرجع الزمالك قصة كلها كريم في الظروف اللي قبل المطش انت بتكلم في 6 مطشات فيهم مشاكل كتيرة جدا وبتسمع كلام كتير ونادي الزمالك مش قادر يكسب وتغيير طريقة اللعب وكلام كتير جدا على الناحية التانية النادي الاهلي برضو لو كسب المباراة هتفرق معاه بشكل كبير جدا هيبقى مرتاح وهيوسع فرق النقاط ما بينه وما بين نادي الزمالك دي اول حاجة تانية حاجة انت داخل على كاس العالم دوافع جديدة داخل بروح كويسة تبقى كسبان الدربي وكسبان الدربي قبل كده في الكاس السوبر فده هيفرق مع النادي العلي فعش كده بقولك الدوافع كريم عند الفرقتين كبيرة جدا جدا والدوافع دي هي هنشوف اكتر من الحاجات الفنية والكلام الفني اللي كده هنتكلم فيه ان الموضوع ده هيفرق ازاي في اللعيبة والروح والرجولة ودي اللي بفرق اليومين دولة كريم خصوصا اخر كلمة اوزولك عليها ما بقاش فيه فوارق كبيرة في الدور المصري كلنا شايفين الكلام ده كله فبقى اللي بيلعب برجوله اكتر وعنده عزيمة اكتر وعنده روح اكتر واسراره هو يكسب هو اللي يكسب بأمارة ماتش الزمالك وبرامدز ان البرامدز كان عاوز الماتش اكتر نادي الزمالك استرسل الماتش من الاول وبالتالي فنادي الزمالك خرج من البطور اشتركوا في القناة